اقمر الامر لله مش انت ابو الدكتور احمد ومحمد ايوان ابوهم ايه خير حصل لهم حاجة لا ما حصل لهمش حاجة بس هيحصل لهم بإذن الله لو ما يبتليش حاجة الله 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 طب الهداوة مش كده بمار حقك ده ايه يا سيد المعلمين قول ليه العبارة بس من الاول بالراحة كده العبارة بالمختصر المفيد ان ولادك نصبه عليا في مبلغ كبير وزي ما انت شايف كده العربية ديت محملة رجالة بشوم بسينك فلوسي ترجع الرجالة تمشي فلوسي ما ترجعش الرجالة هتكسر محلتك وعيالك واتكسر عظمك انت كمان ايه قولك با لا 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 ليه كده سيد المعلمين ليه الدخلة واللمش دي لو ليك حق واجب تاخده ما نتفاهم بالراحة كده مالوش لزوم الرجالة والشوم والتكسير والسكتين فلوسك كم بالزبط تلات تلاف جنيه بتقول كم؟ في الحقيقة انا مقدرش اكلم وزير التربية والتعليم في الحكاية دي لان منع يقامة اي معارض هو قرار امني واكيد صادر من اعلى سلطة في الاتحاد الاشتراكي تمام سعدك بس اسمح لي على حسب معلوماتي يقلوا ليلى جدا ان السلطة العليا للاتحاد الاشتراكي يمها جدا ان الجماعات يصافوا الشيعيه لا 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 انت فاهم غلط خالص احنا مش عايزين حد يصافي حد احنا عايزين كل واحد يعبر عن نفسه بكل حرية ويعمل اللي هو عاوزه بس بدون دم وبدون مجازر انا كنت فاهم غير كده خالص فاهم غلط فاهم اكيد واللي انت مش فاهمه كمان فيه اتجاه دلوقتي لانشاء منابر جوا الاتحاد الاشتراكي المنابر دي هتعبر عن كل الطيرات السياسية منابر بمعنى ايه ساعتك مش فاهم بعدين هفاهمك اللي عايزك تعرفه دلوقتي مش حقدر اكلم وزير التعليم وبالنسبة للجمارج مليش سلطة عليهم مش حقدر عمل لك حاجة يا فاندب انا مش عايز حضرك تعمل ل ايه حاجة هلعفو انا عايز حضرتك تعمل نهناء بنتك عموما هكلمهم يا سيدي ووصيهم بس هتدفعوا جمارج هتدفعوا جمارج ما يقدروش يعفوكو لكن ممكن يرعوكو قول لي انتو كابين حاجات كتير قوي نا مش كتير ومش قليل انا هكلمهم ووصيهم زي ما قلتلك وهديك كارت كمان بنا احفظك يا فاندب يمكن يساعد العفو يا فاندب طبعا هيساعد العفو بس ما قلتش حضرتك المنابر عبارة عنها موسيقى 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 يا أمو محرورة معنا جدا بحكالي مع الجماحي؟ طب تنصب عن الناس يا أحمد؟ لا عاشه ولا كان اللي يقول كده يا حج لا عاشه وكان يا دكتور وجالك عشان ياخد حقه كمان وما الفين سميحة؟ ما تخافش ما عرفتش حاجة ولوس الراجل فين يا أحمد؟ موجودة موجودة يا حج ولما هي موجودة؟ ما رجعتهاش ليه؟ قالت علي حق لي يا دكتور احنا ما بناكلش حقه حد انا قلت لهم يا أحمد على اللي حصل بالزبط قال لي انكم تحكت عليها حتى خضر لا لا خضر ما تحكش عليك ولا عمل حاجة احنا اللي محقوقين بس انت برضو يعني كنت محبكها مع محمد قوي فيها ايه لما تستنى على فلوسك ما احنا بنستنى على البقالين لما نيديهم بضاعتهم على؟ فيها ايه لما تستنى انت كمان يا سلام يا أخي فلوسه هو حر فيها يستنى ما يستناش شيء ما يخصكش كلامك مظبوط يا حج اللي يخصنا دلوقتي يا أحمد الراجل ده ياخد فلوسه ويمشي من هنا مرضي الراجل ده عمل لنا خاطر وكبرنا ومشى الرجال اللي كان جايبهم عشان يكسروك ويكسروني ويكسروني المحل لازم نشترب خاطره ونرجع له فلوسه ده ايه بتختص يا سيد دكتور فلوسه ترجع قبل ما النهار يطلع فاهب ولا لا؟ حاضر فاهب بس ممكن يعني بعد النهار ما يطلع خلاص يبقى يبات معانا للصبح يبات فين بس يا حج في اي حتة يا محمد لا لا يبات فين لا مفيش داع للبيات انا هجيبلي فلوسه النهاردة دلوقتي استغفر الله العظيم يا رب طب لما هي الفلوس موجودة مدتهاش للراجل ليه ماليش أنا هفهمك بعدين يا حج فين فتحي قلت عايز فتحي فيه واي ما أردو ناش نقولي فتحي عشان مراتي ما تعرفش يتعملين افضيحة خير ما فعلته ماشية يا حجهم وحي انا هديك فلوسك دلوقتي بس مش هردهها لك بالمصري هدهها لك ريالات ريالات؟ هو الدكتور بيتاجر في العملة ولا ايه؟ ايه ده؟ يا العملة كمان بيتاجروا فيها؟ امهال أحاق وحتجيب الريالات دي من هنا يا سيد دكتور بعدين يا حج هقولك بعدين هنزنوكم سميحة 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 انت كيت ولا مكيتش فين ريالات اللي كانت في الدولادة انت بتكلمني كده لي يا حمد يا ستة فين الفلوس اخصى عليك دي طريقة اتكلم بيها مراتب الفلوس هنا هنا فين انا شايلها تحت المرتبة عشان ما تتندرش هنا ولا هنا ما عليش سامحين اتخضيتم ما ما ليتهاش في الدولادة انت ايه الحكاية انا دخلت وولعت النور وقفلت الباب وفتحت الدولاب وانت مسحديش فيه مش عارفة ملي يا عمد بقيت هنام كتير اول يومين دول طب قوم يا سامح خلينا جيب الفلوس من تحت المرتبة دلوقتي؟ ملاش منقرة بقى الله يكرمك منقرت ايه دكتور ده انا بغدمك انت لو حسبتون بالسعر اللي برا البنك هيفرقه كتير قوي قوي تفرق فيه؟ تفرق كتير اه دكتور سعر البنك اقلم السعر اللي برا يجي خمسة سعر وساعات سبعة ساخ اضرب بقى سبعة ساخ في خمس تلاف جنيه شوف تفرق معاك قديك انت بتتكلم بجد هي الحاجات دي فيه اهزار اه دكتور تباب الله 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 دي بقى ايه شقة بجد يا حبشي ايه شقة بجد دي ولا كنت عايش في عشي تفرق قبل كده ولا ايه يا جدعا مش قاضي بهزر معاك وصفرة كمان ما شاء الله الجديدة دي ولا مستعملة يا حبشي مين اللي جبها لك؟ اقولك مين اللي جبها لك بس متجب سير لحد بتقولي يا جدعا فيه ايه؟ انا اللي جبتها فيه يا حبشي طبيع انت تجيب عفشك تقعيب والله حرام يعني انت تجيب عفشك؟ لا بس اه عرف الجواز يعني بقولش كده؟ عرف؟ عرف ايه يا حبشي؟ اه يعني اسفاتحي عرف الجواز يعني ايه اللي ليك واللي عليك؟ اه عرف الجواز اللي بيحصل في الجواز يعني؟ اه ما ده حسب الاتفاق؟ هو المتعرف عليه يعني عندنا في العيلة ان العروسة بتجيب المطبخ ومرزماته والنجف والسجات ايه بابا انا طلعت العروسة اجيبت الحاجات دي كلها برضه ما تلاقيك مش دافع مهر؟ ولا عايزنا اجاوزك واختي واجيب لك النجف واستجات كمان؟ ودفعت مهر كمان برضه دفعت مهر؟ لمين يا حبشي يا حبيب أخه؟ نابوك عم الحاجة يعني انت اصدق النابويا ضرب الفلوس في جيبه؟ لا والله العظيم ما يقصدق كده انت عتصيح له قال لي ايه؟ لا ده انا مستدقت عم توفيق ووافق انه يجاوزني بنته حرام عليك ما تباص ايه رائق في الالوان دي؟ الراجل كان عايز يعملي بلتكانات هنا بس انا قلتول لا بطوع على دماغي تنموه حاجات كده يعني؟ لا بسم الله ما شاء الله ومين الصناعة يشتغل عندك؟ اه اه قصت الشوطر اوي بعدولي الاصطر اه بالمواجد اه ده شغلة عينبه صح؟ اه عينبه ابداليل كان عايز يعملي تكعيبة فوق قلتول لا مفيش داع مكلم ده عارف ان الراجل ده من جاملك اوي احبشي باعتلك احسن صناعة عنده طبعاً أمي جاملني معا إنه ما يعرفنيش سي عرفنا أنا يا جدع عارف إنه يعرف أكواس قوي وفيه بينكم ومن بعض عيشوا ملح واكتر من عيشوا ملح الرجل ده هو اللي مربينا طب يا أخي طالما مربيك وفيه بينكم ومن بعض عيشوا ملح ومجاملك فيه روح اسأل عليه والله نسيت يا حبشي دماغ مقلوبة اليومين دول معذور إذا كنت مسافر وناسي إن أختك مديعة حتتجوز يبقى حتفتكر إنك تروح تزور الحاج رغم الموان لا إن شاء الله روح أزوره ده أنا نوي حتى لأنا أجل صفري واحضر فرحك أنت ومديحة ها بس ربنا ياهدي بدرية بقى